أكتب العكس والمعكوس والمعاكس الإيجابي لكل من العبارتين الشرطيتين الآتياتين ثم حدد ما إذا كان أي منها صحيحاً أم خاطئاً وإذا كان خاطئاً فأعطي مثالاً مضاداً وأول عبارة الزاويتان اللتان لهم القياس نفسه متطابقتان أول شي خلينا نكتب العبارة الشرطية في صورة إذا كان فإن نقول إذا كانت الزاويتان لهم القياس نفسه فإنهما متطابقتان طبعاً نعرف أن الفرض والنتيجة صحيحتين فبالتالي العبارة الشرطية صحيحة طب نجيب العكس كيف نجيب العكس؟ لو فاكر في الدرس قلنا نجيب العكس بأننا نعكس العبارة نروح من النتيجة إلى الفرض يصير نقول إذا كانت الزاويتان متطابقتان فإن لهم القياس نفسه طيب هنا نلاقي أن الفرض والنتيجة صحيحتين فبالتالي العبارة صحيحة نجيب المعكس كيف نجيبه؟ ننفي الفرض وننفي النتيجة في العبارة الأصلية تصير العبارة إذا لم يكن للزاويتين القياس نفسه فإنهما غير متطابقتين وبرضو الفرض والنتيجة صحيحتين تصير العبارة الصحيحة وآخر شيء المعكس الإيجابي فاكر كيف نجيبه؟ نمشي من النتيجة للفرض وننفي الاثنين تصير العبارة إذا لم تكن الزاويتين متطابقتين فلا يكون لهم القياس نفسه والعبارة دي برضو ستكون صحيح العبارة اللي بعدها يقول الفأر من القوارد طيب نكتب العبارة أول شيء في صورة إذا كان فإنه إذا كان الحيوان فأرا فإنه من القوارد الفرض أن الحيوان فأر النتيجة أنه من القوارد الفرض هنا صحيح والنتيجة برضو صحيح يصير العبارة الشرطية صحيح نجيب العكس نروح من النتيجة إلى الفرض إذا كان الحيوان من القوارد فإنه فأر صحة العبارة العبارة دي خاطئة والمثال المضاهر إن الأردب مثلا من القوارد لكنه ليس فأر إذن العبارة زي ما قلنا خاطئة نجيب بعدها المعكوس ننفي الفرض والنتيجة إذا لم يكن الحيوان فأرا فإنه ليس من القوارد مرة أخرى عبارة خاطئة استخدم نفس المثال المضاج الأرمب ليس فأرا ولكنه من القوارد وآخر عبارة المعكس الإيجابي نجمع العكس والمعكوس نروح من النتيجة إلى الفرض وننفريت نين إذا لم يكن الحيوان من القوارد فإنه ليس فأرا والعبارة صحيحة لأننا نعرف أن المعكس الإيجابي مكافئ منطقيا دائما للعبارة الأصلية والعبارة الأصلية هنا صحيحة يصير المعكوس الإيجابي صحيح وبرضو لو شفنا العبارة نلاقي أن الفرض صحيح والنتيجة صحيحة لو كان الحيوان ليس من القوارد فبالتأكيد أنه ليس فأر إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضحة تتكم واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاومك عليه